نضم إلينا الآن في بث نحي ومشارة من الستوديو عضو الكنيسة أيمن عودي رئيس القائمة المشتركة مساء الخير أهلا بيك وكل عام وأنتم جميعا بألف خير بداية كيف تعلق على تصريحات قائد حركة حماس يحياء السنوار خصوصا المطالبة بقائمة الموحدة أن تنسحب من الاتلاف الحالي الحديث كثير عن الخطاب بحد ذاته ولكن أستطيع أن أشير إلى بعض النقاط أولا دعوة المواطنين العرب في الجليل والمثلث والنقاب أن يحملوا الأسلحة والصواطير هذا أمر مرفوض بشكل واضح وجوهري وأنا أكثر من مرة توجهت إلى الفصائل الفلسطينية وقلت لها نحن نعرف كيف نناضل كيف نبني استراتيجياتنا ما حدا يقولنا احملوا برودي وإحملوا سكيني وانزلوا على الشارع وتكون حرب أهلية بين العرب واليهود هنا هذا أمر غير مقبول بالنسبة لنا نعرف كيف نناضل ونرفض استعمال السلاح وأنا أنظر إلى الشاشة إلى كل إنسان يسمعني نحن شعب بقينا في الوطن حفظنا على انتمائنا الوطني نناضل بهامة مرفوعة ممنوع استعمال السلاح لهذا أنا أكثر من مرة تحدثت بهذا الكلام للفصائل الفلسطينية وأنا أعيد هذا الأمر الأمر الآخر برأيي أنا لا أقبل ألبتة وهو الحديث عن رد فعل لما يحدث تجاه المسجد الأقصى المبارك وهو إمكانية حرق الكنس اليهودية في العالم ما هذا الكلام ما معنى هذا الكلام هل إحنا شعب يحرق كنس معقول هذا الكلام أنا يعني بدي أفكر بينابيع التراث الأول الأساسي لدى أبناء شعبنا يعني مثلا قبيل غزوة بدر على سبيل المثال حين كان المسلمون ثلاثمائة وقريش ألف الرسول قال لا تقطعوا شجرة لا تقتلوا طفلا لا تقتلوا امرأة عمر المختار هذا الفارس النبيل هذا البطل الكبير لما أسروا أسير إيطالي أجهوا يعني جماعة عمر المختار بدين يقتلوه مناحن قالوا له يقتلون أسرانا يا عمر قال هم ليسوا قدوة لنا أنا أتحدث عن هذا الموضوع يعني عمر المختار كان مستضعف والنبي العربي الكريم يعني يعني ثلاثمائة مقابل ألف من قريش ولكن كان الموقف الأخلاقي القوي نحن نريد أن نناضل شاعة وطيحت كلمة نضال ضد الاحتلال وضد موبقاته ونريد أن نتواجد للمسجد الأقصى المبارك ونريد أن ندافع بكل ما أتينا من قوة وبأسليب اللي هي كريمي وهي صحيحة الأمر الآخر الذي لم يعجبني ألبتا هو قضية الصراع الديني يعني في شعب واقع تحت احتلال وفي احتلال يعني هذا الأمر يجب أن يتحول كمعركة بين دين ودين أو عقيدة وعقيدة أم أن يجب أن يبقى بسياقي صحيح وهو أن شعبنا مظلوم تحت الاحتلال وهذا الاحتلال المجرم هو الذي يجب أن ينتهي لهذا يعني هذه بعض الملاحظات بالنسبة للسؤال العيني بالنسبة لهجوم يحيى السنوار ضد منصور عباس أولا كما أنا أقول بالنسبة لموضوع التدخل ولكن يجب أن ننتبه إلى أمر مهم أن حكومة إسرائيل اللي القائم الموحدة جزء منها هي التي تتدخل بالشعب الفلسطيني هي التي تعمق الاحتلال، تبني استطان، تقتل من أبناء الشعب الفلسطيني تهجم على المسجد الأقصى وتحاول أن تفرض تقسيم مكاني وزماني أكثر من أي حكومة سبقتها يعني سجل لديك أن الهجوم على القدس والأقصى في ظل حكومة بنيت هو الأكثر كثافة منذ احتلال عام 67 فالذي يتدخل بمن هي حكومة إسرائيل التي تتدخل بالشعب الفلسطيني القائم الموحدة جزء من هذه الحكومة لهذا فالأمر الأساسي الذي يجب أن نشير إليه بهذا الصداد أنه وجود أي إنسان عربي في حكومة شوف أخي أبو نضال، ثلاث معطيات ما في أوضح منها الهجوم على القدس هو الأكثر كثافة منذ سوعة وستين الهجوم البوليسي، الشرطة وضد عرب النقاب هو الأكثر كثافة منذ اتهاء الحكم العسكري رفع الأسعار، سعر الخبز، سعر القمع، سعر الوقود، سعر الكهرباء هو الأعلى منذ 18 سنة فكل شريك بهذه الحكومة هو شريك أما بالنسبة للمقلات مثل أبو رغال وغيرها أنا برأيي شعبنا الفلسطيني منذ ثورة الـ 36 يجب أن يتعلم أن موضوع ألقاب فيها تخوين وغيرها من الأمور أنا لا أستعمل هذه الكلمات وأرى أنها كلمات يجب أن لا تستعمل ولكن يجب أن نناقش ونناقش بحدي الذي تجاوز الحدود بكل معنى الكلمة فرق وحدة الناس ضرب النسيج الاجتماعي دخل إلى حكومة يمين بعد ما ترجى نتنياهو ورافيد روكمان وإلى آخره وموجود في حكومة اللي هي حكومة تجري بحق شعبنا هي القائم الموحدة وفعلا على القائم الموحدة أن تقدم نقد ذاتي شديد وأن تعود إلى صفحة الموحدة يعني أن تكون أن كل الأعمال التي تكون فيها الحكومة يعني الشريكة الموحدة فيها يعني هناك وقف ووقف حازم من قضية الكدس مثلا المازل غنائي معلن النهوز سينسحب من الحكومة في حال استمرت الأحداث في الكدس كل مركب الحكومة هو شريك في الحكومة نظريا للخير وللشر إذا بالنسبة للخير واضح شعبنا مش شايف أنه يعني يعني عايشين في زمن الرينيسانس يعني في زمن النهضة وزمن يعني الانقلاب الاقتصادي العظيم واضح أنه هذا الأمر لم يتم على أرض الواقع حتى القائم الموحدة لما بعتت رسالة للحكومة قبل أسبوع قالت للحكومة نفذ اللي وعتين فيه يعني ما نفذتهش حتى أعطوها بند 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 يعني لم تنفذ أي بند من البنود هذا واضح كل إنسان يعرف أن الحكومة لم تنفذ أي شيء من تعهداتها فما بصير أنك تكون بالحكومة وتحكي هاي بفضلي ولكن الهجوم على القدس أنا بدخلنيش فيه كيف بدخلكش فيه ما أنت عضوا بالإتلاف أصلاح أنت تقدر تسقط الحكومة وانت عضوا فتعرف شوها هتحكي لك بشكل واضح اللي صوت مع الميزانية مش فيها ميزانية للأمان طب ما أنت صوتت معها ممتاز أنت تتوقع أنه مازن غنائينا نسحب من الإتلاف أنا أعتقد أن القائمة الموحدة للأسف الشديد غائصة في مكانها وعلى الأقل عن قريب لن تنسح من الإتلاف ومازن غنائينا أيضا؟ أنا أعتقد هو جزء من القائمة الموحدة هكذا أعتقد طب أريد أن أسألك الآن عن رأيك في قرار الموحدة التي اتخذت قرارا بتجميد عضويتها في الإتلاف وفي الكنيسة هل كان عليها الإنسحاب كلياً من الحكومة؟ أبو نضال الجماعة قرروا أنه جمدوا عضويتها بالعطلة يعني قرروا ما يروحوش على الكنيسة لما ولا واحد موجود بالكنيسة عطلة الكنيسة ستستمر حتى 8.5 ما معنى أن تقول والله أنا بدي أجمد عضويتي في الكنيسة في زمن العطلة ما قررواش في زمن العطلة ولكن تخذوا القرار في زمن العطلة هذا قرار يعني يعني الاختبار 8.5 يعني؟ هذا قرار أنا برأيي ما فيش اختبار الجماعة راجعين راجعين بكل معنى الكلمة أن يكونوا أعضاء ما تركوش الإتلاف أما راجعين أن يشاركوا بالاجتماعات وبدون أي نقاش ومن نسبة للأقصى قضية الكدس يعني بالنسبة للمحر هم أعضاء في الحكومة اللي انتهكت المسجد الأقصى أكثر من أي حكومة من سنة سبعة وستين لليوم منذ الاحتلال حتى اليوم كل اللي اللي عم بحكيه هو حقائق شوف في حدا بدي وقت لكن لا تنكر أنه كان تراجع يعني في المدة الأخيرة ما كانش هناك أمور مثل هذه أكثر مرة دخل فيه ناس للمسجد الأقصى المبارك أنا أقصد عن مستوطنين وعن ناس أصحاب فكر إقامة الهيكل أكثر سنة منذ احتلال سبعة وستين هي سنة 2021-2022 أكثر سنة دخلوا فيه يعني فيه ناس اللي بتعد وينت كان يدخل أفراد بالتسعينيات وين بالعشرات سنة 2001-2002 وينت صار أول خمس سلاف أول لتاني وصلوا إلى ستة وعشرين ألف لتاني وصلوا فيه ناس عم بتعد أعلى سنة سنة 2021-2022 تقسيم الأقصى زمنيا ومكانيا كما فعلوا مع الحرم الإبراهيمي هذا الأمر يطبق الآن يعني إسه فيه الفصع بيجبوهن وبخلوهن يدقلوا بالعشر الأواخر من رمضان بيقولوا إسه المسلمين بعد ذلك إسه اليهود هذا تقسيم على أرض الواقع يعني حكومة بنت عم تفرض وقائع على مستوى المسجد الأقصى المبارك يعني لا يحافظون على الوضع الكائم؟ أي محافظة هذا انتهاك للمسجد الأقصى المبارك الناس الوحيدة اللي عم تتصدى ومن هاي الناس بتصير الدول عمليا يعني دولة هناك تدعي السفير دولة تحتاج ولكن الأساس في كل هذا هو من يتواجد في القدس وفي الأقصى ويتصدى لهذا العدوان هؤلاء الأشخاص هؤلاء الأبطال الذين يتواجدون يوميا هم الذين يحركون على مستوى الشعوب العربية فبالتالي على مستوى خجول تتحرك الحكومات ولكن أساس الأساس من يتواجد في المسجد الأقصى بسؤال هل يمكن للموحدة مثلا أن تنسح من الاتلاف الحكومي وتكون للجمهور هنا في المجتمع العربي أنا انسحبت من أجل الأقصى؟ أنا بعرف أنه عملت شغلات أصعب من هيك بكثير خلال السنة الأخيرة ومن سحبوش بس أنا أهم إشي أحكي للناس ما هي هذه الحكومة؟ هذه الحكومة توليفي صفقة بين اليمين واليسار الصهيوني اليمين واليسار الصهيوني اتفقوا على شيء أسمه بعد نتنياهو ولكن يستمر مع الممارس اليمني واحد الأمر الثاني اليسار الصهيوني قال لليمين بلاش يكون تحريض مثل نتنياهو على المحكمة على الشرطة على النيابة على الأكاديميا ولكن هجوم على الشعب الفلسطيني هجوم بوليس على النقب رفع الأسعار نمشي فيها يعني عمليا هذه الحكومة بجوهرة حكومة يمينية ولكن بدون الشخص نتنياهو هذه هي القراءة الموضوعية لهذه الحكومة لهذا ممنوع أن نخير بين يمين استطاني ويمين فاشي نحن ضد هذين اليمينين هذا هو الموقف الصحيح والسليم وإحنا عم نحكي كإطار اللي نجح إحنا وشعبنا إيدنا بإيد شعبنا قبل سنتين قبل ثلاثة لما دعينا الناس أنه يجوا ويصوتوا بقوة ونرفع نسبة تصويت ومنعنا تنياهو أكثر من مرة يعني نستطيع أن نمنع هذا اليمين بموقف كريم من قبل شعبنا بدون نخوص بهذه الحكومة أريد أن أسالك عن المشتركة يعني ما موقفكم محدد موقفكم حدد موقفكم من الأحداث الكدسي والأقصى ما الدورة التي قومون به الجمهوري يريد أن يعرف هم يقومون الموحدة ما تتبعون أنتم إسمع يا خيام يعني النواب الوحيدون الذين تواجدوا في القدس والأقصى هم نواب القائمة المشتركة كمان مرة ما في غير نواب القائمة المشتركة تواجدهم وأحزابهم وكوادرهم ولكن النواب فقط من القائم المشتركة الذين تواجدوا في القدس والأقصى هذا جوزه من عملنا السياسي الآن في شيء أنا بهمني أحكي لك إياه وأحكي لك كل إنسان في ناس بفكروا أن يعودوا عن الموقف السياسي بقضية مصاري بقضية مصاري إنه والله أعطينا ومعطيناه وإلى آخر هات أقول لك شو قصة المصاري الحركة الصهيونية كل عمرها ما بهم هذا الموضوع بالعكس بالنسبة لإياه المصاري أسهل شيء راهوا عند السلطان عبد الحميد قالوا له خد ليرتين وعطينا فلسطين قال لي لا أنا بقبلش بعدين حاولوا يشتروا عن طريق سرسوك عن طريق كذا أراضي بفلسطين هنا وهناك بضع أراضي هنا وهناك كل عمرها الحركة الصهيونية بدأت تحول قضيتنا إلى قضية مالية كل عمرها بس ممنوع نحكي بالسياس وبالموقف الوطني فاللي بقول لك أنه اسمع يا عمي أنا والله مستعد يعني أمشي مع اليمين أو مع غيره المهم يعطينا خطة اقتصادية المهم أبصر شو أو أنه قضية الأقصى ببرره وجود في حكومة اللي هي تنتهك الأقصى أنه إحنا بنبعث حافلة ومش حافلة اللي هي الحافلة بحد ذاتها أمر جيد فعلا أمر جيد بدأ كريرها عشر مرات فكريرها عشر مرات ولكن هذا لا يمكن أن يكون الأساس الأساس أنه في منطقة محتلة والأقصى لن يكون بأمان أبدا إلا عندما ينتهي الاحتلال فجوهر الموضوع هو جوهر سياسي ليس جوهر مالي وإنما جوهر سياسي أريد أن أسألك عن قضية الكدس والأقصى في داخل المجتمع العربي في البلاد إلى أي مدى القضية الفلسطينية لا تزال حضرة في عقول وأذهان الناس في المجتمعهم أنا أقول لك رأيه على المستوى الجوهري هي القضية الأهم الآن مرات يكون في تراجع نتيجة للحال الفلسطينية الانقسام الفلسطيني نتيجة للوضع داخل مجتمعنا العنف والجريمة نتيجة لوضع اقتصادي صعب فهذا الموضوع يتراجع ولكن اللي صار مع المسجد الأقصى المبارى خلال هذا الشهر ترجى شيء جوهري عن أصالة هذا الشعب شيء جوهري عن أصالة هذا الشعب أنه بالنهاي كلنا منعرف أنه هذا هو الموضوع المركزي أنا أقول لك كمان شيء على المستوى السياسي طب يا أخي الوضع الاقتصادي ليش صعب وحتى يعني أبعاد مثل السلاح وغير السلاح والآخرين طب لما فيه احتلال اللي بأخذ أكتر من 50% من الميزانية لما الجيش بأخذ كل هاي الميزانيات ما يسمى بالأمن بأخذ كل هاي الميزانيات طب ما هذا على حساب المواطن البسيط يعني لو أنه فيه سلام كان كل هاي الأموال بتروح لصالح رفهية الإنسان كرامة الإنسان للشوارع للبنى التحتية للرياضة للفنون لا كل شيء جيد لهذا فاللي بشوف أنه الموضوع هو موضوع منقسم لا أبدا يعمي الموضوع مرتبط ومهم أنه الناس تشوف هذه الحقيقة رائع جدا الآن هذه 8 خمسة الكنيسة ستعود لمزاولة أعمالها ماذا سيكون على جدول البحث يعني أول قضية ستناقشها الكنيسة خصوصا وأنه شكلي مثلا أعلن قررتم أنه خارجا من الحزبة الآن ما هي نظرتك إلى الجولة القادمة في الكنيسة يعني أعتقد أن من نسبة للموحدة من نسبة للمشتركة على المرجح أن تكون الدورة الأخيرة في هذه الكنيسة يعني 60 قبل 60 يعني حكومة لا تستطيع عمليا أنه تمرر قانون واحد لا تستطيع تمرر أي قانون ويعني السياسيون عندما يستشعرون أجواء انتخابية يبدأ الاستقطاب أكثر وأكثر ماذا يعني الاستقطاب يعني أية الشكلة بصير تحكي مع جمهورة أكثر بينت مع جمهورة أكثر جدعون ساعر وليبرمان مع جمهورة أكثر هذا الأمر بحدث تصدعات يعني فيه ديناميكية بتروح وتتوسع نحو الانتخابات القادمة أنا أعتقد أنه خلال نصف سنة ستكون انتخابات جديدة إذن انتخابات تتوقف خلال نصف سنة ولكن هناك من مثلا المتدينون لا يرغبون في الانتخابات أنتم تحبدون إجراء الانتخابات القائمة المشتركة في الفترة القريبة الأمر الأكيد أننا جاهزون من أجل انتخابات نحن كل ما قلنا يعني تعرف تصلي شخص من أم الفحم من نسبة لمجتمعنا هل هناك قبل نصف سعة تصلي شخص من أم الفحم قال لي يا أخي حكولي عن موضوع أنه زبطت الكهرباء بأم الفحم وكذا يا أخي يا مش قادرين وغير حطي لنا إعقاد كمان بدهن مننا 120 ألف شاكل وكمان 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 وقتها لما كتبت أيالي شكاية كلمة باميسوراي يعني بالقطارة بدي أعطي للناس بالقطارة وقفنا على المنصة وقلنا هذا الكلام قلنا قلنا ما تأمنوا لهنش إسا اللي عم بيعملوه عم بيحاولوا عمليين يعني يشعلوا الكهرباء ويمددوا خطوط كهرباء في وين في البؤر الاستطانية هناك بيسألوه شوين بدين حطوا العمود هناك فيش أسئلة من هالنوع بالبؤر الاستطانية بدبروا حالم مشو حالم ففي شيء يعني لما الدولة مش عاملة سويتش تغيير جذري بالتعامل معنا كله بيكون لفتك ما لفتك كله دواوين بدواوين فكل اللي عم بنا عمال هو دواوين بدواوين هذه الحقيقة تعرف شو أنا بدي أطلع بعينين الناس أسألهم يا عمي الوضع الاقتصادي إحنا على وجعيد الوضع الاقتصادي عند الناس مع غلاء المعيشة طب من وين أجه هذا؟ من حكومة اللي صوتت مع ميزانية الموحدة صوتت مع غلاء المعيشة يعني إحنا جبنا اعتراض إنه ما يرفعوش سعر الكهرباء الموحدة صوتت مع رفع سعر الكهرباء جبنا ما ترفعوش سعر الوقود صوتوا مع رفع سعر الوقود جبنا ما ترفعوش سعر القمح صوتوا مع رفع سعر القمح يا رجل كيف ممكن حدا من شعبنا يتصرف هذا الشكل؟ كيف ممكن؟ انتزامات إتلاثية ربما مع مين؟ مع ناس مناح مع ناس طيبين مع ناس بدين خير لمجتمعنا مع ناس عم بيعملوا إنجازات في مجتمعنا يعني فيه حدا مجتمعنا حاسس إنه إحنا عايشين بعصر النهضة؟ طيب على كل حال ما يهمه نحن المجتمع العربي يعني هل في صالح المجتمع العربي إجراء انتخابات بسرعة مثل ما ترغبون؟ في صالح المجتمع العربي أن لا يبقى الوضع السياسي في إسرائيل يراوح بين اليمين الاستطاني واليمين الفاشي بين نفتالي بنت وبين يمين نتنياهو انتخابات ومتوجه للناس والعقل الناس والضمير الناس أنه نطلع ونصوت لا هل ستكون نسبة التصويت عالية يعني المجتمع العربي أم أنه سيكون خائب الأمل من المشتركة ومن الموحدة؟ أنا أشعر أن الوضع حاليا ليس أفضل من المرة السابقة الوضع حاليا ولكن علينا جهد كبير بين أبناء شعبنا اللي نقول أنه من رأى منكم منكرم فليغيره بيده إن لم يستطع فبليسال الناس تساهم بتغيير الوضع السيء وأنه تصوت للقائمة الوطنية الملتزمة اللي عندها رؤية وأيضا براغماتية يعني إحنا مش ناسين عزليين مش ناس منغلقيين مش ناس ما بدنا نأثر على القرار السياسي إحنا جبنا خطة قصادية 922 الخطة قصادية الحالية هي استمرار لتلك القطة يعني عمليا جبنا إنجازات ملموسة ترف شو بهاي الدورة 500 شكل لكبار السن كل شهر موضوع إرجاع رخص السواقة للناس المدينيين هذه القائمة المشتركة يعني إحنا مش ناس اللي بدنا نحكي فقط الموقف الوطن العريض بدون ما نحمل هم الناس بالعكس نحمل هم الناس وعندنا إنجازات طيبة الصح هو تقوية هذا الاتجاه طيب على كل هذا ما ينتظره الجمهور عندنا في الوسط العربي شكرا لك عضو الكنيسة أيمن عودي رئيس القائمة المشترك شكرا جزيلا شكرا وكل عام أنتم بخير عيد فطر سعيد